بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله فالنهاردة هينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان حفل توزيع جوائز الانتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان نعم عشرين اتنين وعشرين كمان النهاردة هتكون مباراة تحديد المركز التالت في بطولة كأس العالم في المواجهة اللي هتجمع منتخب المغرب مع منتخب كرواتيا وأحداث تانية هنتعرف عليها في سياق العرض التالي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان حفل توزيع جوائز الانتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2022 هيشهد الحفل تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان بعد ما تم تقييم مسلسلات رمضان السنة دي بوسطة لجنة متخصصة من النقاد والمخرجين والإعلاميين تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس النهاردة هيقيم قسم اللغة العربية وأدبها بكلية الأداب جامعة القاهرة احتفال كبير بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وهيكرم قسم اللغة العربية مجموعة من رموز الثقافة والأدب والإعلام اللي كان ليهم دور كبير في الحفاظ على اللغة العربية وثقافتها وهيقدم الحفل عدد من الفقرات الفنية والثقافية اللي بتعبر عن التمسك بالهوية والثقافة العربية وبتعكس قدرة اللغة العربية على التعبير عن الفنون المختلفة النهاردة والعشاء كاس العالم موعدهم مع مباراة تحديد المركزين التالت والرابع بين منتخب المغرب ومنتخب كرواتيا الساعة خمسة مساء